هذه قصة منا وسوها نعم هذول ابنيتين ابوهم راعي شغل وراعي سفر وقال للم انتبهي لابنياتي وأنا أبا روح لي أدور لقمة عيشي أسترزق طبعا لازم يسترزق المهم البنات كبروا والبنت يحيانا لها سن معين ودك أن هل هيبادرون في زواجها ولا يرددون واجد زين وفيه ناس يقولون لما شوف أحد مثلا ونعم ولا كفوا ترى ميبشينة حتى في السلف قبل كانوا يخطبون البناتهم صحيح يعني الرجال نفسه اللي شاف واحدا أعجبه وتكانه وموره ذكر بنته أو واحدا أو بعض العمات أو بعض الخالات السنعات يقولون مثلا ترى فيه بنت عندنا بنت أخو تراها بنت أخو ويجزينها تراها مناسب تلك تراها شيء معها بعده ناهية ناهية ويدلون بعضهم البعض بعض الناس يقول لا أنها عيب لا لا مو بعيب بالأكس الواحد لين بنات السثر واللي موتقهم مثلا مو بكثيرين في طلعاتهم ولا مثلا في كل مناسب حاضرين نلابسين لبس معين فالواجب من العمات الخالات الغريبين لما يشوفون ناس نودهم أن يدوروا لولدهم أنهم يذكرونهم بالخير نعم وناس نجاويد وقد قربهم يعني قربهم بناتك خلهم زي ما تقول فرصة وهذا مكسب أنك تزوج بناتك من ناس نجاويد صح ما يجيك واحد ينصاق يتبلش أنت وياه يلا محاكم على ما يطلق الشاعر وش يقول تجملوا يلا جاويد تجملوا يلا جاويد نعم تجمل يلا جاويد الشاهد من الكلام هذا بنت السهى ومونة نعم قال للم أنا إن شاء الله تشوف لها اثنين وسبحان الله وافق شنون طبقه هذا قال أبي مونة وهذا قال أبي سهى سهى اللي طلب مونة فلاح نعم واللي طلب سهى راعي مصنع فخار زين تزوجوا هالثنتين والحمد لله راح سنة سنتين قال أبا زور بناتي يوم زار بناتك زار مونة خداهم مع عريس وراحوا راحوا بعد خداهم راحوا بهالهم راحوا راحوا في بيوتهم مهم ما قولوا يا أبو فهدي قدوا بعد مع ماضحة لا عشان بس أن تقولوا أنه راح يزور بناتك يزورهم في بيوتك عند رجاجينهم نعم راح المونة وقالوا شلونه مورس قالت هنا أبو رجلي شرى على قطعة أرض وحرثه وحط النبات أحط البذور وانتحر النبات وحط السماد والأمور زينة يا الله يا رب يجيب المطر قالت وشلون قال لأننا ننتظر الموسم يجيب لنا مطر إذا ما جاء المطر الله يستر رجلي بتروح حلالة وتروح أموره ما أن على الله ثمع المطر عجل هذه يعني قصد تكونوا مباذرين زي اللي يبذرون على ينتظرون المطر بعول ينتظرون متى ما يجيب الله ينزل الخير والمطر يطلع هذا رزقهم نعم الثاني يوم راح لها مو غلط مو غلط مو غلط مو غلط المطر رحمة بعد يوم مو غلط مو غلط اسلام راح للثانية بتعل الثانية قالت رجلي سهة قالت رجلي مجمعن هالتربان وحاطن هالفخار ومزين انجرات الله يكفينا انه ما يجينا المطر شلون رزق المطر رزق ما اتبي ليش يا بنت الناس قالت لو جاء مطر خرب كل شغلنا طيّنها طيّنها انجر مطر طيّنها خرب كل شغلنا هم حاطين ما يقارب ألف جرة وزيارة ودنيا وشغل قالت انه ودنا بالشمس للرجلي بيزيّن أبي الصحو أبي الصحو أبي الشمس اللي ترنها رن زيّا الحين لين تيبسه صح عشان هذا التجارة هذا التجارة يا الله يا رب ان ما يجينا مطر عسى ذي في الشرقية وذي في غربية لا يصنق على خط واحد يا ربي يا ربي هذي تبي مطر وهذي ما تبي مطر قال الله يوفق يا سنمون راح للمرة المرة حكيمة هذا الواحد لازم يصن عنده زوجة حكيمة نعم حكيمة ما يصنق لواحد ما عنده حكيم عنده حكيمة وتطمخ يا سلام يا سلام المهم قال لها أنا حين رحت للأولة وتقول يا الله يا رب يجي بالمطر الرزق على المطر والثانية تقول يا الله يا رب ان ما يجي مطر حتى لا يخرب وشغل فقالت المرة له الحكيمة الحكيمة واللي مربية هالبنات قالت له سبحان الله كل واحد يشوف الدنيا بمنظاره وحسب حاجته وحسب يعني اهتمامه تطلعاته تطلعاته فهو يقول ان الدنيا سبحان الله هي احيانا تختلف من قالت عبارة جميلة من مقصود لم يفهم او مفهوم لم يقصد بعد هذا الكلام كلام شوخنا عدى من ما استكنا طيب من مقصود لم يفهم ومن مفهوم لم يقصد الله يا أبو فهد الواحد لازم يصير حكيم يصير عنده مبادئ ويقدر يتكلم مو بزي ذلك الحلقة لا لا ذلك الحلقة راحت ذلك الحلقة راحت في الستر الله يصير عليها لا حد يشوف ورعا فيكم وفهد متفاعل وجواصك كمية عموما إذن هو قالت في الدنيا مقصود أحيانا الناس اختلافهم في مقصود عندك ما فهم أو عندك مفهوم سبحان الله لم يعني يكون غير معروف أو شيء الحل والشو أن يكون عندك حسن نية لا يجي واحد يسمع طرف القصة ويقول والثاني يقول أنك مفروض أنك تستفسر لو واحد قال شيء تستفسر أنت عن تستفهم تستفهم وتستفسر وتستفهم عن هذا المقصود هذه قصة فيها حكمة وفيها مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد بعد لازم يطلع مقصود لم يفهم ومفهوم لا يقصد مقصود لم يفهم خلاص بعد نعيد هذا لا استمل طيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة